بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الميثود أوبشنال باستخدام الكرد بركت في البداية لازم أنوه أنك لازم تكون أنت حاضر المحاضرة السابقة دبل ما تحضر هاي المحاضرة عشان تكون أمورك سهلة وبسيطة في البداية بي عندنا مثال اسمه my info بي عندنا براميتر string first name كوما كل بركت كني عبارة عن شو عبارة عن أقواس متعرجة هذا الميثود void يعني فقط بينفذ ما بيرجع ولا أي إشي عندي داخل الميثود جملة تباعة first name وage لما أجي أسوي كل الميثود my info بعثت هنا محمد محمد هاي رح تنبعث وين وتتخزن أو تأشر على first name طب إيش فكرة الانتجر edge وفكرة الكرد بركت هاي عبارة عن optional حتقولي نفسي لأخذناها في المحاضرة السابقة هي السكويري بركت بحكي لك آه نفس المفهوم وعشان هيك انتبه في الارجيمنت إني أنا ما أعطيت الـ edge طيب لو بدي هسا أكتب الـ edge كيف رح أكتبها؟ فنشوف مع بعض my info محمد كوما edge نقطة الرأسيتين 30 طب هنا في نقطة أكيد أنت انتبهت عليها إنه الكل بركت أجبرتني وأنا بعض الـ value وبعض الـ argument لازم أكتب البراميتر ركز كمان مرة انتبهت هنا إن أنا كتبت نفس اسم البراميتر وهي هاي فكرة الكل بركت الكل بركت بتحكي لك إنه هاي إشي optional إذا ما بعثته عادي وإذا بعثت لي إياه خير وبركة بيحكي لك في عندي شرط بسيط إنك لما تجدعطي القيمة لازم تكتب أول إشي اسم البراميتر بعدين تعطيه الـ value هتقولي شو الفائدة من الحكي هذا؟ في فائدة كبيرة لم يكون في عندك براميتر كثيرة هل أنت هسل حتصيرت خربت في الـ data type؟ لا ليش؟ لأنك إنت أول إشي بتكتب البراميتر بعدين بتعطي الـ value طبعا لا تقلك كمان شوية رح أعطيك كثير أمثلة ونطبقها مع بعض إذا بخذنا في المحاضرة السابقة في الـ compiler حيزع لنا النقطة هات يقولك إنه الـ integer edge هي عبارة عن اسم الصندوق edge integer data type وخزن بداخلها نارك وبالحكي ما بزبط معنا شو علمتك أنا في المحاضرة السابقة؟ إنك ممكن تعطي default value أو تسمح إنه الـ age تقبل null صح؟ هي الـ question mark طبعا هبالإشي شرحت لك هي بشكل مفسر أنا في المحاضرة السابقة تعالوا هسا مع بعض نطبقي الفكرة عشان توصل لك الفكرة مية في المية أنشأت لك فولدر جديد حبزة عشرين مثل أوبشن كلي براكت وكالعادة في عالنا الفويد مية وأنا عمل لك دوكمنتاشن سريع وأنا بحكي لك إنه البراميتر بخليها داخل كلي براكت في البداية بدأ أطبق أول إشي مع الفويد فويد أوبشنال هاي كلي براكت نحكي له مثلا فويد ماي إنفو وهاي براكت وحكي له هون string first name كوما كلي براكت انتجر هتنتبه إنه باشرة هو زعي مني يبعطي default value أو بخليها question mark يعني ممكن تكون run وممكن تكون value داخل الميثود بعمل print بحكي له زي هيك جملة طبعة first name dollar sign first name and the age مقطع رأسيتين dollar sign age طبعا هسا عندي الكول كل إشي راح يبين في الكول بحكي له my info أجبرني إني أكتب first name ويقول له مثلا إنه first name محمد لك كيد انتبهت إنه age ما أجبرني لا لأنها optional bravo هنعمل run قال لي first name محمد عندي age null عشان قلت له ممكن تكون null لو بدي هس أعطي age لو قلت 30 زي هاي مباشرة أرحيز عن مني احكي لك هنا ما بزبط إنك تعطيني الفاريو به هالطريقة ليه لك أنت مستخدم الكل bracket صح إنها optional لكن لازم تنادي على اسم البراميتر بعدين تعطيني الفاريو امر وهاي age 30 هاي أول مثال كماني شوي هاوضح لك كيف انه هاي الطريقة هي الرسمية او متبعة بflatter اصبو علي شوي اعطيك مثال ثاني وهذا المثال بركز على شو هل بزبط اخليهم كلهم optional زي ما سوينا square bracket الفلس انه زعلان مني خليها فاضية نسوي call اكيد بدي امسح كل اشي زي هيك وخلي هاي my info اول شغل انتبهنا عليها انها كلها optional فما اجبرني اني ابعث ولا اي argument ارغمينت ارغميني اصور يرغميني قلي الفيرس نام فاضي وال age 0 طيب بدي ابعث الفيرس نام لو قتبت زي هيك محمد هل هي يزبط هكي مثلا 30 يقول لي لا مش هكي اتفقنا لازم تكتب اسم البراميتر اجا عبالي اني اول اش ابعث الage بعد اعمل كما ابعث الفيرس نام وهاي محمد اكيد انتبهت انه ما زال صح ليش وهون بتيجي قوة الكل بركت انك انت مش لازم تبعث عن نفس الترتيب والسبب انك انت اصلا بتكتب اسم البراميتر فالكمبيلر مش رح يخربط متى بتحكيله الage خزن فيها 30 والفيرس نام خزن جوا محمد اتوقع الفكرة صارت واضحة وخلينا اعطيك كمان مثال هل بيزبط بس اخلي انه اول براميتر يكون هو فقط الابشنال لما جربنا هاي الفكرة مع ما زبط صح مع بعض هتزبط ولا لا واكيد هاتس انتبهت انه نفس فكرة السكويري براكت انه اول براميتر ما بزبط يكون هو الابشنال الوحيد في عنا قاعدة بسيطة تحكي لك كانت كل براكت او سكويري براكت انت ممكن تخليهم كلهم اوبشنال ممكن تخلي براميتر الثاني والثالث والرابع لاخر براميتر عندك يكون كلهم اوبشنال لكن ممنوع انه يكون الابشنال الوحيد هو اول براميتر توقع الفكرة صارت واضحة للجميع فلنحكي هنا انه يعطينا ارق اخر اشي انه انه انطبق مع مين انطبق مع الريتير مثلا بالدرجة مجموعة رقمين خلقتم مثلا sum هاي bracket اول رقم انا مش عارو شو يبعث لي ينفي انتجر ممكن يبعث لي ونستخدم النوم علمت ايا انذكرها واحكي له مثلا number 1 والرقم الثاني نفس اصير فكرة no number 2 وهي اللي برد سؤالي اليك هس بد اعمل ريتير بد احكير number 1 plus number 2 شو رح تكون هون data type الراجعة فكر فيها شوي اذا وقفت هاي قول لك data type الراجعة هي no لانه هو اصلا مش عارف شو رح يصير معه ممكن تكون هاي integer و double عشانك برضو اعمل حركة ثانية انه بد اخلي كمان رقم number number 3 بس ها بد يكون optional هاي ازائد number 3 وهو بد اتركز معه افرض ان قلت له هاي تكوني question mark شو سوى اعطاني error طبعا احاول دائما في كل محاضرة ارفع الليب شوي اكيد انت انتبهت عن نقطه شو اللي بيصير بيقولك يا صديق العزيز افرض انت ما بعثت اللي قيمة معناته هتكون شو هتكون 0 وهل بيزبط تعمل لي مثلا 10 زائد 20 زائد 0 لا وهو اي question mark ممنوع شو ممكن نسوي ممكن اخليها سفر هل السفر راح تأثر عن النتيجة لا يعني اكيد 10 زائد 20 وضحت وانا تكون الفكرة صارت واضح فاني هسا اعمل call وحكي له هنا integer integer صح هل انت عارف النتيجة راح تيجيك لا نحكي num result يساوي sub اجبرني اني اعطي number 1 و number 2 احكي مثلا اول واحد راح يكون 20 5 number 2 حيكون مثلا 100 point 5 واذا بدي اعطي number 3 شو احكي له number 3 واحكي له هون ميت هلين هزا نسوي print result وساوي dollar sign result سيئ تعني عمر 321 100 زائد 200 300 نص ونص اي 21 21 321 اتمنى ان تكون فكرة تلك اللي براكت كانت بسيطة بسهل وكالعاد اذا احذرت المحاضرة معني النهاية اعلق اي طريق بالدكية وضيف مع الوردة ونشوف ان شاء الله في المحاضرة القادمة والى اللقاء اشتركوا في القناة